اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستوعبه مجموعة من التعريفات المهمة لإدراك هذا الموضوع الخطير والكبير قلنا أنه الواقع له تعريفات عدة عشرات التعريفات أهمها أكثرها دقة هي تقريبا سبعة تعريفات عرفنا التعريف الأول الذي يتكلم عن السياق التاريخي الذي عرف به المفكر حمادي ذويب من تونس لما نتكلم عن سياق تاريخي ما يندرج يعني عندنا زمان وعندنا بيئة وعندنا مكان فنتكلم عن الواقع حسب هذه الظروف حسب هذه المعطيات حسب سياقاتها التاريخية يعني لما خلينا أقرب لكم أيضا بمثال الصديق الدكتور معتز الخطيب الذي كان المعد المشهور لقناة برنامج الشريعة والحياة في الجزيرة ألف كتابا معاصرا يتحدث فيه عن الإسلام والعنف وعن التيارات العنفية طبعا الآن طبعة حديثة وقريبة من مطبوعة جسور عندما مر على مبحث لأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله وأن موضوع الجاهلية أو موضوع الحكم على المجتمع كان يقول بناء على ماذا؟ كان يقول بناء على ما نقل من طروحات وما نقل من شخصيات حول سيد عليه رحمة الله تؤصل هذه المسألة أيضا لم يذكر الصديق الدكتور معتز الخطيب أن ثمت شخصيات أخرى تكلمت عن مفهوم سيد قطب للجاهلية ليس المنطوق والمفهوم الذي تم تمارسته أو الذي فهم به من خلال ماذا؟ من خلال أيضا شخصيات أخرى موجودة في ذلك التاريخ فإذن أنا أتوقع يعني هذه الملاحظة ربما الوحيدة التي وجدتها في ملف الأستاذ يعني معتز في كتابي هذا أنه كان يعتمد على شهادات من كتب أن تفكير سيد قطب وكذا وكذا بناء على ماذا؟ الذي كان موجودين في التاريخ أنذاك والذين تكلموا عنه في حين أنه يوجد أفراد آخرون في نفس المرحلة التاريخية كانت تتكلم عن معنى آخر قصده سيد فهذه الثغرة هي الثغرة الخطيرة في الفهم إذن مرة ثانية لما نتكلم عن الواقع نتكلم عن السياق التاريخي وأظروفي ثم عرفنا التعريف الآخر للواقع وقلنا أنه تعريف العالم المحدث الكبير صديق حسن خان الذي توفي سنة 1307 للهجرة قال الواقع هو الشيء على ما هو عليه يعني الآن صبر آل ياسر إن موعدك مرجنة ما هو الواقع الذي فيه؟ أنه الآن سيتتمش؟ ستتم المعالجة يعني لا يعقل أن ترى هذا الإذاء وهذا الظلم في حياة المسلمين وقدرتك على الحل وكذا وكذا فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل كلمة صبر آل ياسر إن موعدك مرجنة ليس استخذاءاً ليس هو عبارة عن الرضا بالواقع كما هو عليه دون تغيير لكن ما أستطيع أن أحله وأن أجيب عليه في هذه المرحلة هو هذا الواقع عرفنا أيضاً تعريف آخر للدكتور عبد المجيد النجار المفكر المعروف عندما عرف الواقع تكلم فيه عن الواقع وعلاقته بفقه النوازل الواقع هو ما تجري عليه أحوال الناس وفق الأعراف والتقاليد والنوازل يعني أنت الآن ما يمكن تقول والله هذا واقع الذي نحن فيه دون أن تدرس النازل الجديدة ظرفها أحوالها متغيراتها بالتالي لا أستجر رأياً فقهياً قديماً يعالج حالة معينة أو ظرف معين أو زمان معين كل واقع له متغيراته والإنسان الذي ليس لديه الكفاءة أو القدرة على حسب مستوياته يعني الفقهة أو العالم إذا ليس لديه قدرة أن يقرأ فيه القديم وإلى أن يستوعب الجديد وأن يجمع بينهما فهو غير مؤهل في الحقيقة الواقع يجب أن تدرسه وفق نوازله وفق ظروفي ومستجداته أنا أذكر أنه الدكتور أمر أشقر رحمة الله عليه ألف كتاباً عن ذكرياته يعني طبعه قبل وفاته بمضاعة أشهر وقلت أنا عندما علقت على الكتاب غفر الله له ليته طبعه من عشرات السن لأنه قاعد يتكلم عن مضت أربعين سنة من القصص التي في الكتاب قبل أن يطبعها الشيخ فذكر قصة أنه حصل بينه وبين الشيخ بن باز موقف جاء يعني رجل إلى الشيخ بن باز وكان أنا ذاك رئيس الجامعة الإسلامية قال له يا سماحة الشيخ يعني زوجتي لا تخرج زكاة المال عندها الذهب ولا تخرج زكاة الذهب فماذا أفعل؟ هل استمر معها بيننا أولاد؟ أم أن هذه المرأة يعني كفرت بالله كونه إيش؟ ما خرجت الزكاة الواجبة اللي هي ركب من أركان الإسلام فقال الشيخ عبداليز بن باز رحمة الله عليه خذ أنت من المال من مالكة يعني وتصدق به نيابة عنها كأنه إيش؟ كأنه مال زكاة الخاص فالدكتور عمر أشقر يعني استغرب من هذا الأمر فسأل الشيخ قال له الشيخ يعني لماذا لم تلزم الرجل أن يخبر زوجته واجب عليك أنت تتبع الزكاة هذا الزكاة الذهب أنت تبعك فأنت الواجب عليك أن تدفعيها فلماذا أنا أدفع كزوج وأدفع عنها كونها هي إيش؟ كونها رافضة فقال له الشيخ عبداليز بن باز رحمة الله عليه هل تريدني يا فلان أن أفرق بينه وبين زوجته وبينهما أبناء؟ أنا قاعدة أوجد إيش؟ قاعدة أوجد حل أوجد رؤية شرعية نظرة شرعية مختلفة لماذا؟ حتى يستمر واقعهم الحالي حتى يستمر الظرف على ما هو عليه الظرف الذي بينهما ظرف الزواج ثم أني عندي واقع جديد اسم واقع الأبناء كيف سأقول لهذه القضية؟ هو ليس الاتفات على الشريعة إنما هو إيش؟ معرفة مصادر الشريعة ومقاصد الشريعة ونظرات الشريعة حول كل مسألة وأخرى عرفنا الواقع أيضا وقلنا هو تعريف الشيخ الألباني المحدث الكبير قال هو ما يهم المسلمين الواقع هو ما يهمنا نحن كمسلمين كوجود عام ومعرفة خطط الأعداء للخروج منها وهذا تعريف في غاية الجمال لأنك أنت تتكلم عن واقع يتكلم عن واقع شمولي كل ما يهم المسلمين يعني الآن يقعد يصير في سوريا في حلب ولا يقعد يصير في ليبيا أو يصير في فلسطين أو يصير في غيرا من البلدان هذا واقع بالنسبة لي يهمني لأنني أنا مسؤول عنه مسؤول في جزئية عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره يعني أنت كل قضية تستطيع أن تمس بها خيرا لأخيك المسلم ستبذلها وتعينه عليها بالتالي من نصر أخاه المسلم نصره الله إما في الدنيا في موقف أنت بحاجة إليه أو سيكرمك الله تبارك وتعالى في الآخرة يعني لا مناص من كون مسلم عالمي في أطروحته كم يقول إقبال أنا عالمي وليس لي أرض أسميها بلادي وطني هنا أو قل هنا أو لك حيث يبعثوها المنادي فيه نعم وطن خاص الذي نشأ فيه الإنسان وتعلم لكن حدود ساكس بيكو هذه اللي هي فرقت بين البلدان والشعوب هي في الأصل غير موجودة يعني إذا اتحدى اليوم الاتحاد الأوروبي من باب أولى أنه يكون العرب والمسلمون قد توحدوا فيما بينهم أما الحدود والحواجز هذه فهي أشياء شكلية وأذكر أن حصلت لي طرفة قبل بضع سنوات أنا قاعد أسجل مذكرات سايح ستة يعني حلقات كنت في فرنسا فريح إلى مدينة لوكسنبورج لوكسنبورج كما تعرفوا الفرد اللي فيها المواطن الذي فيها هو كان أغنى دولة في العالم يعني فرد أو دخول الفرد أغنى يعني دخل فيه العالم ثم بعد في الـ 2016 تقريبا وبطبيعة الحال 17 دولة قطر هي الدولة الأولى الآن في العالم على مستوى دخل الفرد أخذت الحقائب نزلتها في الفندق في فرنسا واتجهت إلى القطار من القطار ذهبت إلى دولة أخرى ليكسنبورج جلست فيها قرابة يعني بضع ساعات خمس ساعات ست ساعات مريت بعض المجالس الأوروبية وتحدثت عن البنك العام وعدت بالطائرة بالقطار إلى فرنسا فلاحظوا خرجت من دولة كبيرة فرنسا وليس معي لا بطاقة ولا جواز لأن كله سيتها في الفندق في الـ reception فخرجت من الدولة من غير بطاقة ومن غير جواز وذهبت إلى الدولة الثانية ودخلت من غير دولة من غير بطاقة ومن غير جواز وخرجت منها من غير بطاقة ومن غير جواز وأنا في الطريق في القطار وأنا في خط العودة جاء لي الشرطي يمر في القطار فقال ليس لكل أحد بطاقة فأنا ما معي لا بطاقة ولا جواز وثريجي موجود فقلت لهذا الضابط هذا المسؤول مجرد يلف زي ما يخذ التكت يسألك عن البطاقة وبالمناسبة السؤال على البطاقة يعني شبه عشوائي يعني مقعد ومقعد هكذا فاتصلت بالمكتب وطالبت منهم أن يحضروا ليش صورة من صور الجواز لأن الجواز البطاقة ناسيهم فارسلوا ليها على الثريجي ووصلت الصورة فأريتوا إياها فلما رأاها قال شكرا وانتهى الموضوع ودخلت إلى فرنسا مرة أخرى هل هذا يعقل أنه موجود اليوم موجود يعني موجود في دول أوروبية تدخل وتخرج وتذهب وتجي ولا كأنه رحت مرة خطبت الجمعة في ألمانيا وذهبت إلى الحدود البلجيكية والله لم أعرف الفرق بين دولة ودولة لا يوجد حاجز ولا يوجد ألوان في الشارع ولا يوجد يعني ترحيب من دولة أبدا كل أمور عبارة عن إيش يعني تدخل بين الدول الأوروبية هذا هو نحن أولى به كعرب وكمسلمين أن يكون بيننا الاتحاد المنشود من تعريفات الواقع المهمة ما عرف به الأستاذ عمر عبيد حسنة العالم السوداني والمفكر المعروف يتحدث عن الواقع قال الواقع هو النزول إلى الميدان وإبصار الواقع إذا ما تقدر تنزل للميل وتبصر الواقع وتعرف المشكلات فأنت إنسان غير واقعي لابد أن تكون الفتوى الرأي السياسي الرأي الفكر عبارة عن ماذا؟ النزول إلى الميدان يعني أيام الثورة المصرية الأخيرة المعاصرة بعض المنتخبين يعني اللي رشحوا أنفسهم الناس المرشحين أخذ يتوقع ويظن بناء على ماذا؟ بناء على نظرته هو أخذ ينظر إلى الناس وإلى الشعب هكذا قراءة عامة فقال أنا سأكون المرشح لمصر حتى أتذكرنا بعض الناس الذين هم حوله وزعوا الوزارات فيما بينهم أنت وزير التعليم وأنت وزير الصحة وأنت وزير الإعلام وأنت وزير كذا وزعوا الوزارات ظن منهم أنهم هؤلاء إيش؟ اللي حيحكم مصر أحد المنتخبين يعني الموجودين لماذا؟ هو لم يقرأ الواقع جيدا لم يقرأ الميدان جيدا هذا يربطنا تماما بالتعريف الآخر الذي عرف به الشيخ يوسف قرضاوي الواقع عرف الواقع بأنه يتعلق بالنظرة الشمولية هكذا طريقة الشيخ يوسف يقول الواقع هو الدراسة الواقع المعاش على ما هو عليه ندرسه وفق ماذا؟ وفق أدق المعلومات والإحصائيات شوف تعريف الشيخ يوسف يتكلم عن دراسة شاملة مستوعبة للواقع من كل الجوانب طبعا نتكلم دراسة نتكلم دراسة علمية مؤصلة هذه الدراسة تشمل أدق المعلومات وأدق ماذا؟ وأدق الإحصائيات نربطه تماما بتعريف مين؟ عمر عبيد حسن عمر عبيد حسن عندما عرف الواقع يتكلم عن ماذا؟ عن النزول إلى الميدان إذن كلاهما يتشابكان فيه التعريف هذا المنطق هو الذي أدى إلى مخاطر في علم الإسلام اليوم في تقديرات المواقف في الحكم على الأشياء في اتخاذ السياسات ماذا نقدم وماذا نؤخر متى نهدأ ومتى نتحرك هل انطلاقتنا هذه مستثمرة أو غير مستثمرة لأنه ما عندنا نزول حقيقي للميدان عندنا عبارة عن إيش؟ معلومات عامة وربما تكون لدينا معلومات ولكن لا نستطيع أن نقول أنها دقيقة لأن السياسة ما هي في النهاية السياسة هي المعلومة الدقيقة بموجب ما لديك من معلومات مؤكدة ومؤصلة ودقيقة وإحصاءات حقيقية بموجب إيش؟ ما ستتحرك ولكن نحن في أزمة أزمة كبيرة جدا لأن المعلومات الإحصائية يعني مستوى الإحصاءات تكون غير دقيقة وإحصاءات يعني شبه عادية عاطفية أو ربما على شريحة محدودة من الناس فنتجه نحو شيء معين وعمل معين والناس مهم حولك الجمهور رايح أنك بعيد تماما وانت تظن أنك قد استقطبت الجمهور والجمهور قد ابتعد عنك لأن المعلومات التي لديك غير وفيرة غير دقيقة أو أحيانا تعتمد على إحصائيات وهذه الإحصائيات نظرا لأنها غير مستوعبة وغير مفهومة تأتي إيش؟ تأتيك بالكوارث تظن أن خطابك مثل الشركات التسويق يظن أنه هو هذا جمهورهم اللي قاعد يخاطبوه ثم لا يبيعوا من العينات التي يديهم بضايع إلا قليلات السبب في ذلك هو عدم فهم الواقع أخيرا ممكن أن نعرف تعريف يحيى جاد العالم أو الشاب المصري أن الواقع هو الخبرة بشؤون الواقع وأحواله يعني الواقع هو ليس مجرد حال الواقع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خبرة تراكمية إذا أنت بدأت تستشير غيرك وبدأت تفهم من خلال قراءة في الذكريات والقراءة في المنتديات والخبرة المتكاملة هذه تقدم لك ماذا؟ تقدم لك وثائق يعني الآن الدكتور محمد زاهد قول المحلل السياسي التركي المعروف عندما ترجم كتابا لأحد الضباط الأتراك الموجودين اليوم والكتاب يتكلم عن الكيان الموازي التنظيم السري للكيان الموازي طبعته دار ابن حزم وكتاب في قراءة 500 صفحة اقرأوا هذا الكتاب وكتاب هو معاصر الآن طبع قبل وضعة أشهر ستجدون أن محمد زاهد قول يقول أن هذا الكتاب طبع بالتركيان هو ترجمة الآن عربية عندما طبع بالتركية ووصل إلى الحكومة التركية ووصل إلى جهات معينة لو أنهم قرأوا ما في هذا الكتاب لما كان هناك تفكير في الانقلاب المعاصر اللي هو تم الآن قبل إيش؟ قبل بضعة أشهر لماذا؟ لهو التعريف دكتوريحة رضا جاد هو الخبرة بشؤون الواقع وأحواله الخبرة هذه من أين أتت يا أخي هذا ألف لك كتابا وقال لك أنه فيه اسم التنظيم الموازي ويقوم بكذا وكذا وعطاك الوثائق وعطاك رصد لك المعلومات وقدم لك المقابلات فانتبهوا واحذروا من الخطوة القادمة من هذا الكائن الموازي فالكتاب طبع ووصل إلى الحكومة ووصل إلى الناس ثم كان المدخل للأتراك وللحكومة من نفس ما هو موجود من داخل الكتاب ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لدينا خبرة موجودة ولكننا لم نستفد منها ولربما وأحيانا كثيرة أننا لم نمد يدنا لها بمعنى لم نعرف أين مصدر تلقي هذه الخبرة فنكون من الذين يتلقون الآثار هنا نقطة الخطر هنا نقطة إيش الخطر أنه نحن نخلي غيرنا يشتغل وغيرنا يعمل وغيرنا يفكر وغيرنا يخطط سواء على المستوى السياسي الأعلى أو على المستوى المؤسسات أو الأشياء التي تحيط بنا ثم نحن نكون مثل الطعم يراد لنا إيش أن ندخل في أتون المعارك وفي أتون المشكلات وفي أتون الأزمات لأن غيرنا هو اللي قاعد إيش يصنع مستقبلنا القادم من هنا نفهم مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند عندما يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق المسلم عليه أن لا يدخل في أتون معارك ومشكلات ويتعرض من البلاء وما يقدر لكن تهيجه الصيحات وتهيجه الأخبار وتهيجه القنوات فيتحرك في منطقة ليست له فيحصل عنده نوع من الإذلال في فرق بين أنك تضحي وأنك تواجه وبين أنك ماذا أمام معركة غير متكافئة أو أنك سيحصل لك الذل الذي يمكن أن تخرج منه أو أن تبتعد عنه إلى أن تتقوى إلى أن تكون هناك معطيات وظروف أما أن يدفع الإنسان ثمنا مجانيا وهو يدرك ويعرف تماما أن الواقع غير على ما هو عليه ما فرض عليه شيء آخر لكن أنا عندما أتقدم يجب أن أتقدم وفك خبرة الواقع هذا يحصل حتى للأنبياء عليه الصلاة والسلام يعني النبي لما قابل عليه الصلاة والسلام ورقب النوفل قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا عودي يعني أنا وأنا نبي عليه الصلاة والسلام ممكن أخذ خبرة من غيري والخبرة أنه أنت كنبي ستبعث ما بعث نبي بمثل ما بعثت به إلا عودي يعني ستعادى يا محمد وسيأتي قوم يخاصموك ويخرجوك من أرضك هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تلقي خبرات لماذا نقول تتلقي خبرات؟ تلقي الخبرات هنا معناها أنك تصمد وتتحمل وتصبر هذه أيها الإخوة يتلقى جملة من التعريفات حول موضوع الواقع يعني كيف نفهم هذا الواقع؟ ما هي المسارات التي عندما نقول والله أنا أفهم الواقع أنا يا أخي عندي معرفة بالواقع الواقع وفق هذه السباعية التي تحدثنا عنها يمكن أن تشكل لنا مسارات يعني إذا أردنا أن نقول هذا العقل سعنده سبع مسارات يتجه إليها ليفهم الواقع ويبني عليها قراره وكل التخبطات وكل المشكلات على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى المؤسسات المدنية على مستوى الدول يكون هذا سببها هذا الواقع لما نحن نتكلم عنه ونبعد نأصله الآن في الحلقة الثانية ماذا يقدم لنا؟ طيب دراسته وتأمله والاستماع له والانشغال به ما هي الأشياء التي سيقدمها لي هذا الواقع؟ أو كيف أستطيع أن أخوضه في هذا الواقع؟ الواقع منه نقاط نحن نحاول ندخل الآن في عشرة نقاط من خلالها نستطيع أن نستوعب ما الذي يقدمه الواقع للإنسان ما الذي سيضيف إليه؟ أنا إنسان واقعي أو إنسان غير واقعي لو كنت واقعي ماذا سيضيف في حياتي؟ أولاً الإنسان بطبيعته أيها الأخوة والأخوات شغوف بالواقع يعني يحب معرفة إيش الواقع؟ لماذا؟ كي يتخذ القرارات الصحيحة هكذا طبيعة الإنسان يعني ها إيش سار عندكم اليوم؟ ها إيش اللي حصل عندكم كذا وكذا؟ إذا جاءت قضية الأخبار يتابعها حتى في قضية التقس يقرر يخرج ولا ما يخرج الإنسان شغوف بمعرفة كل واقع جديد حتى أصحابك تزوج ما تزوج تخرج ما تخرج بطبيعة الإنسان له ارتباط بإيش؟ له ارتباط بيه الواقع وليس هذا أمر غريباً لذلك عندما أبحث في نقاط الواقع عن الأشياء التي تهمني بشكل مباشر سأكون أنا أكثر وعياً أيضاً أنا أفهم الواقع لكي أتقي الشر يعني أنا داخل إلى دولة إيش طريقة التعامل؟ إيش الطريقة القانونية التي فيها؟ أأفهم وقائع الناس وظروف الناس ومتغيرات الناس وأمزجة الناس؟ هذا أمر مختلف يعني عندما الدكتور طارق البشري الفقيه المقاصد القانوني في مصر المستشار ورشحه مجموعة من الأحزاب كي يكون رئيساً لمصر في فترة الانتخابات أو الترشيح للانتخابات فأراد أن يجيب عن هذا المطلب نحن نبقى كأطالق البشري بحكم خبرتك وحكم إجماع الناس عليك الغالب وهو لماذا لا تكون أنت رئيساً لمصر ونرشحك فأراد أن يجيبهم جواباً قانونياً ذكياً في غاية الذكاء فكتب مقالة مطولة أخذ تقريباً صفحة في جريدة الشروق المصرية وهذه المقالة عن مصر التي في خاطره أو لمن يريد أن يحكم مصر فتكلم بالذكاء الشديد إلى أن مصر فيها أركان في حركتها ما هي أركان الحركة المصرية؟ معنى كلامه بعد ما أقول لكم النقاط هو يقول أن مصر أعملت الحركة فيها العسكر الإعلام الاقتصاد إسرائيل المزاج العام المصري العامة خمسة ملفات اللي يعرف يتفهم مع العسكر اللي يعرف خطط إسرائيل والعلاقات الممتدة والدخول في مصر اللي يعرف كيف تؤكل الكتف يعني يملك أدوات الاقتصاد اللي يملك أذرع الإعلام وكما تمت تدريبهم وتخطيطهم عبر القوى المختلفة والذي يفهم المزاج المصري مناخ الناس كيف يتغير ويتبدل عبر العقود التي مضت كيف أنشأت اللي يفهم هالأشياء الخمسة ويستطيع أن يتحكم بخيوطها هو المؤهل لقيادة مصر أنا كأنه يقول لهم أنا كطارق البشري من خلال معرفتي بنفسي ومن خلال قراءتي لهذه الخماسية لن أكون القائد لمصر فربما لم يستوعب البعض ما كتب طارق البشري في هذه المقالة إلا بعد أن حصلت الأزمة في مصر وكأنه يقول أنا كنت أفتح العين على هذه الملفات ولكن للأسف لم تدار بالطريقة الصحيحة وكانت الأزمات الحقيقية من خلال هذه أو أحد هذه الأركان الخمسة أنا لماذا أهتم بالواقع وأتكلم عليه وأسعى إلى فهمه لأن الواقع غامض بطبعه الواقع بطبعه غامض يعني أنت الآن تظن نفسك أنك ما شي صح ومرتب أمورك صح بعدين ترى مسارك خطأ وعلاقاتك خطأ ومآلات حياتك خطأ أنت لم تفهم المسار الذي أنت فيه من تفهم ما الذي يؤدي به هذا الطريق أو تؤدي به هذه العلاقات ربما حتى في العلاقات الشخصية والعلاقات الجيران وعلاقات ربما بعضها في العمل وبعضها في خطة الحياة هذا المستقبل الذي تعمل إليه ليس مهدفا ومرتبا ومنمطا بالطريقة الصحيحة فتدخل في غموض حتلاقي واقعك اللي كنت أنت فيه واقع اختلف تماما يعني واحد داخل فيه مسار وتخصص لا يوجد فيه أي اهتمام ولم يعد عليه أي تركيز ولا أي تأثير أو واحد يكتب لنا كتاب أو يتعلق لنا في موضوع قد مضى عليه الزمان وانتهى الناس اختلفت وتطورت وذهبت إلى أبعد من هذا الواقع دائما يبعث لنا عن غموض لا يعطيك النتائج كاملة لذلك يحاول دائما السياسيون أن لا يعطوك معلومة صحيحة ولماذا يعني التحريم وتجريمه في الإسلام حول قضية الكذب كان أعلى مستوياته لأن الكذب هو ماذا الكذب هو عبارة عن مجافات الواقع الواقع الذي لا يراد أن تفهمه وكم من الناس تورطوا تورطوا في علاقاتهم في أزمات حياتهم بسبب ماذا بسبب أن الموضوع خلاف ما هو عليه الحال من هنا تأتي قضية ليقظ الإنسانية سأني يكون يقظ يقظ على تصرفاته ومن حوله وتجارته وأصحابه يعني يكون عنده نوع من التذاكي أو إن صح التعبير يعني كما يضعونها بين قوسين على يعني تمرير هذا المصطلح كان في خبث في التفكير كما يقولون فذلك في التفكير كما يقولون ألا يكون منمطا ساذجا فيأكل بما حولهم المستبد ترتعد فرائصه من الذي يعرف الواقع جيدا المستبد ترتعد فرائصه من الذي يعطي الواقع يعني الآن مثلا في تويتر أو في الفيسبوك أو في الستجرام صورة أو تتويتر ربما يش تقلب الحقائق فيلم معين يبحث لك عن موضوع ما فإذ بك تكشف الواقع المستبد ترتعد فرائصه من هذا الأمر يعني لما كانوا زمان يقولوا له الهتلر كلمة ثقافة فيضع يده هكذا يعني المسدس تعني أي كلمة ثقافة توازي عنده هتلر كلمة سلاح الذي يكون على وعي وعلى سياسة وعلى دراية بالواقع هو المثقف الحقيقي وهذه مسألة طبعا يتكلم عنها اليوم الفلاسفة والمفكرين والإعلاميين الكبار يقولون من هو المثقف؟ هل هو الذي يحمل كم من المعلومات والثقافات؟ هل المثقف هو الذي يحمل هذه الثقافة إلى ميدان العمل؟ لذلك يسمى مثقفا أما أن يكون دولاب مثل الدولاب تماما عبارة عن تخزين معلومات ثم تأتي للواقع لا يطبقها تأتي للواقع لا يستثمر هذه الثقافة هو ربما يبهرك في القصص والأخبار والأحوال والأشعار والمنظومات ولكن عندما يأتي إلى اختبار الواقع تجده إيش؟ تجده مهزوزا وهذا وجدناه الآن في الربيع العربي وناس ربما ظنناهم من أولياء الله المحترمين المقربين فإذ بهم ساروا إيش؟ مثل يعني اللات والعزة والشياطين ناس غرباء جدا يعني تظاهرهم تديون وظاهرهم وإذ بهم يسمحون بالقتل ويتأمرون على المسلمين ويهدمون التاريخ السابق ويأتون إلى المعاصر ما الذي يجري عند هؤلاء؟ هؤلاء في الحقيقة الظلم الجدد المستبدون الجدد لكنهم بإيش؟ بأشكال مختلفة اللي بعمى واللي بلحية واللي ببشت واللي بكذا واللي بمسميات واللي بشخصيات لذلك هم يحاولون ماذا؟ أن يبعدوك عن الواقع تماما وهذه الطريقة حتى منذ السلف الآخرين يعني عندما نأتي لعصر دولة العباسية مثلا ستشد ربما بعض العلماء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون أن على المسلمين لو أن الحاكم عطل حقوقهم أن يسمعوا له وينسطهم تخيلوا؟ يعني أعطوا صلاحية للحاكم أنه لو عطلت حقوق الناس حقوق الناس واقفة تماما؟ والله يكونوا هذا حاكم يا أخي اسمع له وطيعه حتى لا تسيريش هناك أي مشكلة هذا الكلام بدأ من أيام الفراء عليه رحمة الله وفي قرابة الـ 243 أو 44 للهجرة الغريب أنه ليتبع التاريخ جيداً في هذه الفترة يعني من 240 هجرية تقريباً إلى 250 يعني نحن نتكلم عن خمسة سنوات نتكلمنا عن المستنصر نتكلمنا عن المعتز نتكلمنا عن المهتدي نتكلمنا عن هؤلاء الأئمة الذين كانوا موجودين في هذه الفترة هذه الحقبة التاريخية حصلت عندنا ست محاولات مش ست محاولات بل تمت ست عمليات قتل للخلفاء العباسيين الذين كانوا وراء بعضهم البعض لماذا؟ لأن هؤلاء كان عندهم عمليات تآمر الحق لا يكون بأنك تعطي أحكام فقهية جائرة الحق أن تعيد العدل للناس يعني هؤلاء الفقهاء اللي قالوا لو ظلموكم الحكام ولو عطلوا حقوقكم ولو ولو اسمعوا منهم واطيعوا طيب يا جماعة خير لا تطالبون للناس بهذا طالبوا الحكام أن يبحثوا عن الحق وأن يبحثوا عن العدل لا أن تسمحوا لهم بالظلم لأن تاريخياً كلما كان الظلم موجوداً لا تستقر البلدان وهذه الآن أعطيناكم نموذج الدولة العباسية لا تستقر البلدان بهذا الطريقة ولا الحكم يستقر بهذا الطريقة إنما يستقر الحكم بالعدل أما هذه النظريات التي لا يفهمها الواقع هو هذا الذي يريده الظالم الظالم يعني شخصيات هكذا هزلية يصعدها على منابر وتتكلم في بعض الكلمات وتنتهي أحد العلماء محدث وكبير والآن عمره تقريباً في الثمانين وكان مسؤولاً لشؤون الدينية أنا ذاك وهو رجل يعني في غاية الأدب والعلم والذوق ويتكلم عن الذوقيات آخر كتاب كان ألفه يتحدث فيه عن شخصية المسلم وبالذات الداعية يعني الدعاء كرمز يعني للمسلمين هؤلاء فأخذ يتكلم عن الذوقيات كتابه الأخير اللي طبعه أنا ذاك قبل فترة السجن يقول لهذا الداعية يا أخي إذا كنت تسيره في الشارع وكذا احمل معك منديلاً دائماً يعني حتى تكون يعني إذا عطست أو كذا فلا تؤذي إلى آخر إذا خرجت من المسجد ومعك الحذاء أكرمك الله فلا ترميه من فوق يعني من الأعلى فإذا نزل الأرض أصدر فرقعة أو يخرج الغبار منه يعني إيش الذوقيات هذه العالية وإذا أكلت فكل بكذا وكذا كان كلام جميل في غاية النفسة فأعتقلوه فتحجب فقال لهم يا جماد الخير يعني أنا إنسان أدعو إلى الذوقيات وإلى الجماليات وإلى الفنون وأرقي فكر المجتمع المسلم وشبابه وأبعد عن مجالات العنف والتطرف فقال له الضابط هذه الكلمة هل تظن أننا سجناك لغير هذا؟ نحن نتكلم هذا الكلام قبل قرابة العشرين سنة الوضع الآن اختلف تماماً لكن يقول له نحن لا نريد حركة الوعي هذه الوعي اللي أنت قاعد تسويه في الناس أنك أنت تبصرهم ولما تتحركوا من المسجد ولما تمشوا في الشارع ولما أنت قاعد تسوي في الناس نحن نبغى ناس درويش تصلي وتروح لحياتها ولا يكون عندها العقل والبصير لكن يبدو تفتح عيون الناس على هذه الشغلات الجزئية بعد ذلك العقل ينمو وينمو ويكبر يتفرج في الأشياء الصغيرة ويتفرج في التالي الكبير في حضارتي وفي سلوكي نحن نريد أن يكون مهملاً لأن هذه الذوقيات تربيه وهذه الذوقيات تجعله على نفس من الأخلاق ونفس من القيم هم لا يريدون هذا هم يريدون أن يعزلوه ما بين المسجد وساحة الحياة بل حتى قال أحد الضباط لأحد الذين يعني اعتقلوا قال له والله لو أنه في التقرير تبين لنا أنك سرقت المال لا أطلقنا سراحك لكنك في مشكلتك تأخذ المال وتذهب به لتوزعه في بلاد المسلمين يعني هو كان يوزعه على مدارس وعلى مستشفيات وعلى ما قال له لو أنك سرقت المال يعني تبين لنا أنك في عمل خيري ما وأدرت هذا العمل خيري فاكتشفنا في التقرير أنك سرقته لنفسك سرقته لكي والعيض بالله تأكل به وتتسلى به وتشتري به كنا عفونا عنك لكن لطالما أنك تجمع المال وصفحتك نزيها لتنصر به المسلمين نحن ما نتكلم والله أعطيت لي في يدي متطرفين أو كذا لا 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 ولا حتى مجاهد في سبيل الله إنما أعطيت لي مستشفيات وإلى علاجات هذا الذي وضعوا النظر عليه وأخذوا إيش يشددون عليه حتى خرج هذا من عمله وأغلقت مؤسسته الخيرية لماذا إذن نحن نتكلم عن الواقع له علاقة بنظرية المستبد المستبد يحاول دائما أن يعني يخلطوا الواقع الزمن يغير الواقع الزمن بطبيعته ماذا يفعل؟ يغير لنا الواقع يعني بعض النسبة حل لكل لحظة لكل آله الآن نريد أن نحل كل شيء لا حلولة كاملة في بيئة غير كاملة لا الظروف لا المستجدات لا المتغيرات تجعلنا نحل هذه القضية الزمن سيغير الزمن سيتحرك معنا الزمن بإذن الله سنعمل نعمل خطة نعمل استراتيجية ولكن هذه الخطة والاستراتيجية يجب أن نؤمل أن بعض الكتب تحتاج خمسة سنوات حتى تنضج بعض المشروعات تحتاج إلى ثلاثة وأربع سنين بعض المشكلات في البيوت اعطيها يا أخي زمنا الواقع سيتغير لكن النفس الآن مضطربة العقول التوترات الأزمات وللأسف يؤسفني أن أقول أن كثير من بيوت المسلمين اليوم على درجة كبيرة من التوتر وبالمناسبة التوتر هو القاتل الأول اليوم في العالم التوتر هو القاتل الأول اليوم في العالم ليست الإرهاب عملية الإرهاب وليس قضية حوادث السيارات ولا المخدرات ولا غير ذلك القاتل الأول اليوم بالإحصائيات هو عامل التوتر التوتر قاعد يسبب الجلطات والأزمات وتقليل السن بعد تقدير الله عز وجل لماذا؟ الإنسان توتر في كل شيء البيوت ما هي قادرة اليوم ما عندها نفس لحل كثير من المشكلات والأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى زمن إلى معالجة وإلى مصابرة مثله مثل قضية الأولاد ومثله مثل قضية التعليم من فهمنا للواقع ماذا يقدم الواقع لنا إذا درسناه جيدا؟ أن الفطرة تحرس الواقع يعني لازم تفهم حاجة مهمة مهما تغير واقعك كبيئة تبقى قضية إيش؟ تبقى قضية الفطرة حارسة الواقع أنتوا تذكروا قبل شوية في خطبة الجمعة لما صلينا مع بعض وخططت فيكم كنت أقول قصة محمود مضبوط يعني محمود شي تخطى برحمة الله عليه أنت ربطت كان عن واحد أمره 19 سنة وجالس في تخرج دفع للضباط وهم ألف واحد ألف شخص ثم نريد من الألف شخص هؤلاء أنهم يكون لهم في التخرج شهادة معينة تشرب خمر ولك علاقة محرمة مع النساء وتأخذ شهادة التخرج بعد التدريب العسكري محمود شي تخطى بالوحيد اللي جلس هذه الفترة ثلاث سنين يتدرب من الألف كان هو الوحيد الذي لم يصنع هذا ولا هذا لم يشرب خمرا ولم يتعامل مع النساء بالحرام وإن كان هم قاعد يجيبوهم إلى القاعدة نفسها التدريبية ويفتخر بعضهم ببعض أن الطالب هذا تخرج عسكريا وصار له علاقات محرمة مع النساء اللوات يختلفهم وهم يجبوهم لين حدهم ويشرب أيضا الخمور لماذا هذا الوحيد الذي شذ بين المجموعة كما نسموه هم يقولوا أنت شذيت بيننا لأنه عنده فطرة هذه الفطرة هي عبارة عن حارسة للإنسان دائما ما أقول أنه موضوع الواقع موضوع كبير وموضوع خطير حتى نفهمه ونستوعبه ونغير به نحن في الحقيقة بحاجة إلى سلسلة يعني من الحلقات ربما تأخذ مننا إن شاء الله أربع حلقات بالكثير أو ربما خمسة وبعدها بإذن الله نكمل كملنا فهم موضوع الواقع كيف نستوعبه وكيف نفهمه وكيف نتفاعل معه ونغير ونغير به إلى ذلك الحين إن شاء الله في الأسبوع القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا